مصر والسنغال على أنها مجرد مطش كورة لا هو الموضوع الحقيقي آه طبعا مطش كورة يعني طبعا في الموضوع مطش كورة وكورة هي الرياضة الشعبية الأولى في مصر وفي العالم كله وكورة واحدة من أهم مصادر فرحة وسعادة المصريين وحد يقدر ينكر أن المنتخب المصري لو تآهل بطولة كاس العالم هتبقى فيه فرحة عارمة في الشارع المصرية حد يكره أن أولاد بلده يناموا فرحانين لا طبعا ده فيما يتعلق بالكورة لكن فيه جزء تاني لابد أن نحن برضو نبص له نظرة مختلفة شوية لأن الكورة النهاردة بقت صناعة بقت تجارة بقت استثمارات بقت واحدة من أهم المصادر أو العوائد المالية لإقتصاديات كبيرة جدا يعني خليني أقول لحضراتكم أنه البرازيل لا بلاش البرازيل عشان البرازيل طول عمرها يعني هي مصنع المواهب طول عمر البرازيل منتخب كبير وطول عمره بيطلع أفضل مواهب وأكبر الأسماء وبيصدروا طول عمرهم لعيب لكن تعالوا بص مثلا لمنتخب زي منتخب بلجيكا أو منتخب زي منتخب فرنسا خلينا نتكلف فرنسا هقول لكم ليه فرنسا ليه اخترت فرنسا أولا فرنسا تعدادها كم؟ يعني دولة تعدادها حوالي 67-68 مليون في جميع الأحوال يعني لو فيه يعني أبديت هتبقى وسط 70 مليون يعني تقريبا تلتين تعداد المصريين تاخد قطاع الرياضة وتحديدا أنا أتكلم على جزء من قطاع الرياضة اللي هو كورت القدم وتحوله لتجارة وصناعة مربحة للغاية وتتفاق فيها على مين؟ على دولة كانت متصدرة أو محتلة الصدارة في ملف تصدير اللاعبين للدوريات الأوروبية الكبيرة لسنين طويلة جدا وهي البرازيل ازاي عملت فرنسا ده؟ ازاي دولة تعدادها 70 مليون تنجح أنها تكون صاحبة أعلى رقم فيه اللاعبين المحترفين في الدوليات الخامسة الكبرى طيب نترجم ده أرقام تعالوا نشوف إجمالي العوائد المادية لما نقارن مثلا بمصر عندنا كم محترف عشرة محترفين منهم مين نقدر نقول ليه مردود يعني اقتصادي جيد صلاح ممكن يخش جنب منه النني ووراهم بشوية تريزيجي والباقي لسه يدوبك بيبتدي في دهات المشوار فما تقدرش تقول انت التجربة كاملة والعوائد بتاعتها عظيمة جدا لكن لو عندك النهاردة مئة لعيب زي صلاح مية مش ألف ولا ألفين مئة لعيب زي محمد صلاح بلاش مية خمسين لعيب زي محمد صلاح محترفين في الأندية الكبيرة في أوروبا مردودهم الاقتصادي يكون ايه على الصناعة مردودهم الفني يكون ايه على قوة المنتخب المصري ياخدنا لغاية فين وينقلنا ازاي في بطولة مثلا ازاي بطولة كس العالم بدل ما احنا بن يعني حلمنا بس هو مجرد التأهل انت ما بتحلمش مثلا تروح درس 16 ما فيش أساسا حد بيفكر في مصر ان مصر هتلعف قبل النهائي في كس العالم فيش حد جت وفكرة عدت كده بس عليه ان مصر هترفع كس العالم انت بس مجرد انك انت تتأهل طب لو احنا وده التطور الطبيعي بقى او فكرنا ازاي ناخد الكلام ده للناس اللي عايزة يبقى فيه رؤية او تخطيط او نظرة مستقبلية كس العالم 30 كس العالم 34 محتاجين يشتغل من امبارح فمشاركة المنتخب في كاس العالم خطوة مهمة جدا عشان الدرس دي تكتمل عشان لعبتنا تتشاف عشان المنتخب المصري يتشاف عشان تصدر مواهب جديدة تفتح الابواب زي مصالح عمل وزي من نني عمل ومن قبلهم زيدان ومن قبلهم هاني رمزي ومن قبلهم ومن قبلهم لكن مازال العدد التطور والاحتراف عندنا ضعيف جدا يعني مش عايزة ترجمة نانسي قنقر